عندما يغلق باب يفتح باب آخر ولكننا كثيرا ما ننظر لفترة طويلة ونأسف على الباب المغلق لدرجة تمنعنا من رؤية الباب المفتوح أمامنا يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحترمين الله يعطيهم الصح والعافية جودكم مباركة إن شاء الله كيف حالكم يا رب الخير عذبتكم اليوم متحمل والله يقويكم يا رب إن شاء الله وحشاه ربي أن يضيع لكم تعبا محترمين هذا اللي هو النموذج الخامس للفروع الأكاديمية أذكي بمجموعة أشياء الآن عنا ست نماذج فروع أكاديمية ونموذجين فروع مهنية يفضل يا بي ما أحسن وطالب الأكاديمي لو سمع حل الستة هدول مع الاثنين هدولاك يسمع الحل مش يحل بإيده ده بدي يحل بإيده أضرب ستة ولا ثمانية ثمانية ضرب ساعتين الآن عندك ما شاء الله ستة عشر ساعة وشو بدي يدرسوا ما دول لا بنشوف الحل فقط لا غير الله يرضى عنكم يا رب أنا قاعد بصور النموذج الثاني ثالث رابع خامس والفروع الأكاديمية بفترة بكير قبل الامتحانات بشوي فيما لو طالب معيد مثلا بده يحضرهم طالب عنده للامتحان الفلاني ثلاث أربع أيام بده يقتص منهم وساعة ساعة ساعتين يحضر له أكمل نموذج البدكم يا الله يرضى عنكم يا رب يهدي بالكم إن شاء الله تمام يا أهل الخير تمام الآن أنت قاعد تسمعني ليلة الامتحان مثلا الآن ما في داعي لا والله تغلب الدنيا وتعجق الدنيا روح واسحبول إياهم وخلص نتوكل رب العالمين بس أخذ الملاحظات يعني بيهمني اللي هو الفيديو نعرف نحل السؤال ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Everyone knows هذا ليس شرح يا محترمين وإنما حل الآن everyone knows that the internet connects people أي قطع هاي the internet of things انترنت الأشياء طيب الآن now it does more than that إنه يعمل أكثر من ذلك مين هو ال it اللي هو the internet اللي هو الانترنت إنه يعمل أكثر من ذلك شو أكثر من ذلك اللي هو connecting people إذن هاي that بتعود على connecting people ما بحكي connects people الآن لما أرجع الضمير الآئد يفترض يا أهل الخير يا محترمين إني أرجع بطريقة صحيحة الله يجبر لخاطركم يرضى عنكم يا رب في اللون هذا ممتاز طيب الآن إذن that بتعود على اللي هو to connect أو connecting people يا إما بتعود على هاي connecting people أو to connect people طيب الآن إنه يربط ال objects الأشياء these days هاي الأيام computers often communicate communicate معناها يلا 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 حكوه اللي هي ايش أسبيك تو with each other مع بعضها فأعطانا أمثلة الآن التلفزيون TV automatically downloads your favorite TV show الآن بينزل اللي هو وبيحمل اللي هو الشو البرنامج المفضل ويورساتنا في سستم نظام اللي هو satellite navigation system نظام تحديد المواقع tells you where you are يخبرك أين أنت tells you where you are الآن وهذا يعرف على إنه إنترنت الأشياء and there is a lot more to come وهناك المزيد قادم هلا بعد ذيك حكي لنا أنه الآن في فترة زمنية قادمة الآن كل الماشينز حتكون connected الآن متصلة مع بعضها and to the internet ومع الإنترنت الآن أعطانا أمثلة اللي هو you refresh well الآن ثلاجتك راح تعرف والله متى أنت بحاجة إلى more milk and added to your online shopping list وحكي لنا your windows will close if it is likely to rain وحكي لنا your watch ساعتك will record your heart rate and email your doctor وإلى آخره فأعطانا اللي هو four different examples المتوقعة هاي تصير من قبل الexperts اللي هما الخبراء طيب وبعد هيك حكي لنا أنه الناس انقسموا إلى too many groups إلى مجموعتين الآن some who are that much delighted or motivated enthusiastic متحمسين مندهشين مبسوطين بفكرة الانترنت وبيحكو لك الحياة حتكون easier and more comfortable ومريحة أكثر الآن others are not so sure آخرين ما كانوا متأكدين الآن خايفين أنه هذا الحلم اللي هو the dream هيكون nightmare one day يعني هيكون اللي هو nightmare شو معنى nightmare كبوس يعني يوما من الأيام أوكي الآن بحكي لنا هون ذات على مين بتعود حكينا الآن one of the benefits إحدى فوائد sat nav system satellite navigation system الآن بيخبرك وين أنت إذن بيخبرنا عن اللي هو إيش وانز لوكيشن الآن اللي هو موقع الشخص طيب الآن كيف تراجع بطريقة ممتازة قبل الامتحانات الآن جزئية من الجزئيات المهمة فيها فبيحكي لنا عن النشاط الجسدي is very important مهم جداً طيب الآن especially when you are studying وأنت تدرس مين اللي هو أنت تدرس اللي هو الطالب يعني اللي هو الستودنت هذا مين اللي بيعطينا النصيحة اللي هو البروفي البروفيسور أوكي الآن exercise will make a huge difference الآن make difference شو معناها أخواني هاي لها معنى هاي معناها اللي هي change إذن هاي معناها اللي هي change to the way you feel the physical activity will increase your heart rate هاي فوائد الفيزيكال activity طبعاً راح تزيد اللي هو نبض القلب وهذا سيزيد your blood circulation blood circulation الدورة الدموية هي مش دائماً متلازمة لغوية how does blood how does blood circulate كيف الدم يدور around the body حول الجسم الآن هون blood circulation اللي هي دورة دموية فهون باعتبار اللي هي متلازمة يعني it also sends اللي هو physical activity الآن إنه أيضاً يرسل اللي هو more oxygen to the brain الآن oxygen للدماغ والذي يجعلك من هو الذي which اللي هو sending more oxygen to the brain إذن which بتعود على sending more oxygen to the brain واتفقنا قبل شويون وما بصير أحكي sends والله زي مثلاً connects ما بصير الآن sending more oxygen to the brain والذي يجعلك revise more efficiently بطريقة مالها اللي هي فعالة أكثر طيب هلا do you mind giving me some advice about diet الآن تعطيني شوية نصائح عن اللي هو عن التغذية no notice في فرق بين هاي الكلمة وهاي الكلمة الآن داية اللي هو إما حمية غذائية أو تغذية بشكل عام تغذية بشكل عام بينما كلمة nutrition معناها اللي هي التغذية السليمة حصراً التغذية لايش يا محترمين السليمة اللي هي التغذية الصحيحة يعني الغذاء الصحيح فبيحكي هون nutrition is very important مهم جداً you should try to eat as much fresh fruit and vegetables as you can الآن هون as much وهون في as لأنه as much هاي اللي هون وهذا اللي هون غير معدود اللي هو fresh fruit and vegetables معناش علاقة vegetables الآن بنحكي عن fruit الآن اللي هي غير معدود as you can it is essential not to become dehydrated من المهم not to become لاحظوا مرة علينا not to be not to become not to become dehydrated ألا يصيبك الجفاف so drink lots of water water الآن اشرب الكثير من الماء عشان لا يصيبك الجفاف والاسم من dehydrated هو dehydration اللي هو الجفاف dehydrate dehydration اللي هو الجفاف الآن the professor has given many tips related to good revision الآن المراجعة الممتازة أعطيني ثنتين منهم الآن nutrition واحدة و physical activity واحدة فيهم إذن هاي و هاي اللي هما الشغلتين المذكورات في النص السابق طيب الآن الضمير وتش حكينا على sending more oxygen to the brain و مستوى صراحة عالي الضمير وتش هذا الله يرضى لي عنكم يا رب طيب حنا في الجزئية هاي يا رب إننا منذكرينها كان لها علاقة في اللي هو محترمين الشيء اللي هو علاقة ب learn English fast اللي هو تعلم الإنجليزية لما كنا نحكي عن اللي هو المركز الله يرضى عنكم يا رب اللي هو extreme English total emerging المركز اللي بتروح تقعد شهر شهرين ثلاثة أربعة بتروح بسم الله ما شاء الله فلتب الإنجليزي صلاتك يا نبي اللهم صلى على سيدنا محمد الآن فبيحكي لنا هون شو النشاطات اللي حتصير اللي هي in the mornings في الصباحات after breakfast بعد الفطور one or more of our trained and experienced teachers واحد من المعلمين المدربين والخبراء will arrive سيصل and you will have three hours of intensive tuition هتاخد ثلاث ساعات تعليم اللي هو إيش هذا مكثف intensive okay then after enjoying lunch هسا هون في بعد الغداء شو اللي يصير بعد الغداء الآن بيصير عندك هون you will visit local places of interest هذا اللي هون رقم واحد go shopping هذا رقم اثنين و take part in sports هذا اللي هون رقم ثلاث إذن هاي النشاطات متى موعدها هاي after enjoying lunch اللي هو بعد الإيش يا محترمين بعد الغداء طيب in the evenings في المساءات in the evenings في المساء الآن شو اللي هيصير في المساء الآن شغلات جديدة الله يرضى لي عنكم يا رب there will be a choice of cultural activities هاي اللي هون واحد الآن وعطانا الأمثلة عليها اللي هي for example الآن theater or a concert واثنين اللي هي you may prefer to relax at home and chat in English naturally هاي اللي هون رقمه اثنين هلا واحد واثنين هدول مش حفظ اخواني خواتي هذا مش حفظ هذول الأشياء اللي حتصير متى in the evenings هلا لو سألك سؤال تفصيلي أكثر وقال لك الآن طيب هاي الشغلات اللي حتصير في المساء ماشي طب عطيني أمثلة على cultural activities النشاطات اللي هي الثقافية الآن فنحكي له اللي هو going to theater و going to concert الذهاب اللي هو الثياتر اللي هو المسرح والconcert اللي هي الحفلة الموسيقية إذن في عنا أكثر من خيار لازم هذول ناخدهم بعين الاعتبار الله يرضى لي عنكم يا رب طيب الآن بحكي لنا هون whatever you do مهما قررت your teachers will be with you acting as guides total and friends الآن ننتبه يا محترمين و يا محترمات للكلمة هاي الله يغضال عنكم يا رب tutors مدرسين الآن المعلمين حيكونوا كذا و كذا و كذا إذن هذا اللي هون بنسميه اللي هو role of teachers أي يعني role of teachers اللي هو دور مين يا أهل الخير دور المعلمين role of teachers دور المعلمين أو how can teachers الآن كيف المعلمين support الآن support بمعنى يدعموا يدعموا طيب الآن several activities نشاطات كثيرة participants المشاركين can practice after lunch بعد الغداء الآن نذكرتين منهم اللي بعد الغداء قبل شوية حكينا اللي هي after enjoying lunch هاي اللي هي visit local places of interest go shopping take part in sports هاي اللي هم مثل الشغلات طيب الآن نقتبس الجملة اللي بتبين how teachers can support كيف المعلمين يدعموا المتعلمين اللي هو السطر الأخير طبعا don't forget my dear بدك الآن اللي هو a meaningful sentence يعني grammatically structurally من كل النواحي بتكون جملة مكتملة اللي هي الجملة هاي الأخيرة كاملة الله يرضالي عنكم يا رب طيب الآن in order to be successful in China اللي هو doing business in China سيد غانم راح في أول رحلة هل أول رحلة كانت ناجحة؟ لا لكن في وجهة نظري أنا هي الأكثر نجاحة رغمونها ما كانت ناجحة ليش؟ لأنها هي اللي علمته الشغل الصح يعني الآن ليش؟ لأنه حكا لنا أنه أنا رحت والله الآن كنت أشتغل I worked for a small computer company كنت أشتغل في شركة صغيرة وthey sent me الآن أرسلوني to China when I was still quite young كنت شباب صغير الآن لما رجع الآن عمل شغلات معينة انضمحك I joined a larger company and they sent me on a cultural awareness course بعثوني لدورة اللي هي توعية هذا متى كأصار الكلام؟ بعد الزيارة الأورى يعني قبل الزيارة الثانية إذن الله يرضى لي عنكم ننتبه يا أهل الخير in order to be successful in China عشان تكون ناجح في الصين you need to earn their respect الآن earn respect متلازمة لغوية طيب لازم تكسب احترامهم Chinese business people رجال الأعمال الصينيين will always ask about يسألوا عن companies successes in the past عن نجاحات الشركة في الماضي in the past في الماضي however إلا أنه however or but and on the other hand and despite و although كل وظيفتهم هدول showing age حكينا اللي هو opposition بمعنى اللي هي التناقض أو contrast الآن هدول نفس الشيء opposition أو contrast طيب الآن because I worked for a small or a new company I could not talk about its track record ما قدرت إني أحكي عن سجل النجاحات now notice track record سجل نجاحات ما قدرت أحكي عن سجل النجاحات we didn't do ما عملنا any business deals ولا أي صفقة تعمل في اللي هي that first trip في تلك الزيارة الآن وين did you learn how to be successful in China طبع كونك ما كنت ناجح في الزيارة الأولى متى أنت تعلمت أنك تكون ناجح يعني شو هم يا محترمين الآن التغييرات اللي عملهم بعد الزيارة الأولى هل أنا ونوتس لاحظوا الآن I joined the larger company this is number one هذا التغيير الأول they sent me on a cultural awareness course وهذا اللي هون التغيير الثاني وانتبهوا لـ awareness course هاي اللي هون انتبهوا لها كثيرا جدا awareness course معناها اللي هي الله يرضى لي عنكم يا رب يهدي بالكم إن شاء الله دور التوعية طيب On my next visit to China في زيارة الثانية للصين It felt asif هايها هايها آزف الآن بدى الأمر وكأنني آزف الآن حكينا جملة اليوم بارح معرفش نماذج دخلت بعض أنا مصوره ورا بعض الآن لما حكينا أنه جابر looked جابر بدى عليه آزف He hadn't slept وكأنه لم ينم نهائيا الآن آزف وكأنني لا أعرف شيء في زيارتي إيش الأولى شو الـ advice اللي بتعطيها للناس اللي بدهم يعملوا فحكي الآن قبل أي اجتماع هذا اللي هون الآن before قبل before any meeting قبل أي إيش أي اجتماع فبحكينا يا أهل الخير الآن I send recommendations from previous clients هذا اللي هون رقم واحد الآن أرسل توصيات الآن من العملاء السابقين نقطة رقم اثنين I also send my business card الآن أرسل اللي هي بطاقة الأعمال with my job position and qualifications translated into Chinese هاي رقم اثنين البزنس كارد أخواني البزنس كارد اللي الكارد showing a person's details الآن كارد showing a person's الآن details اللي بتبين اللي هو تفاصيل الشخص الله يرضى لي عنكم يا رب البزنس كارد بطاقة الأعمال الآن مستر غانم did many things before the second visit قبل زيارة الثانية شو ما شغلتين he joined a larger company and they sent him on a cultural awareness course هاي شغلتين اللي يعملهم قبل الزيارة الثانية الآن several tips are stated for those who want to do business in China الآن listen to الآن several tips نصائح are stated مذكورة اللي بدهم يشتغلوا في الصين to send recommendations from previous clients and to send business card الآن فيها with the job position عشان اتجنب الضمائر and qualifications translated into Chinese طيب الآن أهل الخير أديب has invented several other devices أديب طلع هو أبو جهة البحر من الذكرين أديب البلوشي الآن صار عنده مشكلة معينة أنه والده مش قادر يسبح ليش؟ لأنه مركب قدم صناعي فاخترع الآن السيد أديب الله يتزيل خير اللي هو قدم صناعي ضد المي الآن اخترع اللي هو several other devices انتبهوا للكلمة هاي including waterproof prosthetic الآن أو الآن لم اللي هو طرف صناعي ضد المي prosthetic اللي هو artificial prosthetic artificial بس عكس الكلمة هاي اللي هي كلمة ايش؟ كلمة natural بمعنى معناها طبيعي عكس الكلمة هاي هي كلمة natural بمعنى طبيعي طيب هلا محترمين الله يرضى لي عنكم يا رب tiny cleaning robot هاي من الشغلات اللي اختراها tiny معناها صغير جدا heart monitor جهاز مراقبة القلب الآن which is attached والمتصل من هو which اللي هو heart monitor جهاز المراقبة للكار سيت بيلت الآن and reasons that adeep rightly deserves his reputation لول common opinion معناها السمعة يعني as one of the youngest inventors in the world كأحد أصغر المخترعين في العالم طيب الآن the above paragraph of shows هل بتبين the reasons why adeep has got a great common opinion انه ايش السبب اللي خلى اديب يحصل على هلا اذا انا ما بعرف انه reputation لنفس ال common opinion ما هيعرف الجواب طبعا مية بالمية صح ولا adeep's father انه ابو اديب يشتغل في مصنع هذا المصنع لا اكيد لا ولا how to take photos كيف تاخذ والله صور تتصور الان using camera systems باستخدام اللي وانه طبعا شو دخلها اذا الجواب اللي هو a الان ده suffix اللي هي suffix بمعنى لاحقة يعني اللي بتيجي مع الكلمة water هاي الكلمة proof لاحقة جاي وراها يعني and fireproof الان اللاحقة اللي هي proof في كلمة water proof fire proof fire نار fire proof ضد النار water proof water مي اذا معناها proof اللي هي ضد اللي هي to provide protection against اللي هو الحماية من to provide protection against هذا معناها كلمة اللي هي proof كلاحقة مع هاي الكلمات اما proof لحالها 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 بيجي معناها evidence اللي هو دليل يعني دليل دليل طيب الان ده كينغ حسين كانسل سنتر هي كان فكرة واحدة موجودة عنا الله يغضالي عنكم يا رب اللي كان لها علاقة في ايش يا محترمين اللي هي في الان ده اكسبانشن بروجرام برنامج التوسيع الان ده كينغ حسين كانسل سنتر is jordan's only comprehensive comprehensive بمعنى اللي هو ايش شامل cancer treatment center الان هذا الجزء الاول اللي كان اله علاقة في كلمة define ايه معنى define؟ معناها يعرف it treats انه يعالج بوث adult and pediatric patients الان الادلت البالغين pediatric اللي هما مين يا اخوالي اللي هما الاطفال يعني كلمة هاي طبية لها علاقة بالاطفال امراض الاطفال او علاجات الاطفال as the population of the country increases العدد سكان في الاردن بيزيد for more and more families المزيد من العائلات will rely on تعتمد على الان المستشفى للcancer treatment الان patients come not only from jordan لا يأتون فقط من الاردن but also from other countries in the region من دول اخرى في الاقليم other countries in the region دول اخرى في الاقليم as they are attracted حيث يجذب انتباههم by excellent reputation السمعة الممتازة excellent reputation السمعة الممتازة lower costs التكاليف المنخفضة cultural and language similarities الان اللي هي تشابوات الثقافية هدول اللي هون لازم نكتب عليهم اللي هما ايش factors العوامل اللي ايش يا اهل الخير اللي بتجذب اللي هما الناس يا محترمين طيب الانس they are attracted يجذبوا مين هما اللي يجذبوا اللي هما patience ايش هل هما اللي من الاردن بيجذبهم اللغة لا طبعا إذن patience from other countries in the region إذن هاي بتعود على patience from other countries in the region patience from other countries in the region طيب هلا نشوف السؤال اللي الله يرضى لي عنكم ويهدي بالكم يا رب السؤال الموجود بيحكي لنا describing an area of medicine الآن المجال الطبي المجال الطبي اللي يتعامل مع الأطفال وأمراض الأطفال الآن هذا معنى كلمة اللي هي pediatric طيب الآن الجملة اللي بتبين أن الكاعد سي 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 تريتس different ages of people يعالج الآن أعمار مختلفة من الناس أي جملة من هذول الأربعة بتبين أنه والله المركز يعالج الآن أمراض مختلفة من الناس أي واحدة فيهم يا أخواني من الأربعة هذول اللي هي حكينا بأنه يعالج الأدولت and pediatric patients إذن هاي اللي هي الجملة الله يسعد لياكم يا رب طيب الآن after losing his left hand خلينا نشوف هاي القطعة اللي اسمها accident victim اللي هو ضحية الحادث دينيس سرنسن الدينماركي هسا نشوف شو قصته يا أهل الخير المحترمين الآن هذا الشخص يا أخواني أهم شيء لازم نعرف اللي هو الفرق ما بين إيش اللي هي new hand الإيد الجديدة new hand وال old hand هلا ال old hand تذكروا أنه كان في لها تسميات old والتسمية الثانية اللي هي two days والتسمية الثالثة اللي هي standard بطل يكتب لا أرجع يكتب الآن اللي هي standard hand إذن كم هذول إلها ثلاث تسميات هلا ال old هاي اللي هون new hand وال old hand الآن new hand بقدر يشتغل فيها ثلاث شغلات هاي القديمة شغلتين بس هاي اللي هون picking up objects manipulating objects بينما هاي اللي هون picking up objects manipulating objects وfeeling objects الآن after losing his left hand بعد فقد إيده اليسار in an accident إذن هذا اللي هو the reason behind missing his hand أو the reason behind losing his hand إذن اللي هو الحادث دينيس سرنسن had been using a standard standard يعني اللي هي today's قصده فيها اللي هي old hand for 9 years لمدة 9 سنوات the new hand الإيد الجديدة which was developed والتي طورت إذن مين اللي طورها؟ مين اللي اشتغلها؟ مين؟ اليوم السويس and Italian scientists اليوم علماء السويس and Italian was a huge improvement كان التقدم جداً رهيب ومعها من هي معها؟ اللي هي new hand سرنسن could not only pick up لم يستطع فقط مسك الأشياء وتحريكها وإنما الشعور فيها أشعر مين؟ بالأشياء إذن هذا الفرق بين الإيد القديمة والإيد الجديدة فبيحكي لنا when I held an object لما أنا شلت شغلة معينة I could feel استطعت أن أشعر فتوى الصفت إذا كانت ناعمة من هي اللي هي an object or hard أو اللي هي صلبة يعني round أو square اللي هي round بمعنى دائرية و square اللي هي مربعة He explained هو وضحها He said that the sensations الإحساسات where almost كانت تقريبا نفس الإحساسات ones اللي هي sensations الإحساسات كانت نفس الإحساسات اللي he felt with his other hand اللي شعر فيها بيده الأخرى طيب الآن إخواني the underlined words الكلمات it و ones على من بتعود حكيناهم الآن the underlined sentence الجملة اللي تحتها بتبين إيجابيات الإيد الجديدة الآن على الإيد القديمة ولا the dangers أخطار أو مخاطر الحوادث ولا كيف أنك تشيل الأشياء الثغيرة طبعا اللي هي إيجابيات الآن الإيد الجديدة على الإيد القديمة طيب الآن doctors look at the frog الأطباء دائما look at one مش معناه ينظروا معناها examen يعني يبحثوا به the symptoms اللي هي أعراض المرض أعراض المرض symptoms الأعراض الآن أعراض المرض هاي كلمة طبية اللي هي medical term أعراض المرض أو العلاقة بالmedical matters الآن before they decide how to treat the patient قبل أن يقرروا كيف إنهم إيش أخواني اللي هي كيف يعالجوا المريض you often suffer from تعاني من لا سمح الله health problems if you بتعاني من المشكلات الصحية if you age out of the blue إذا كنت مفاجئ if you age see red إذا تغضب الآن doctors الأطباء يله الله شو هاي مهمة هلزم لها جدا جدا مهمة الآن الأطباء often treat infections غالبا بيعالجوا اللي هي الإصابات والالتهابات بالمضادات الحيوية فهذا هو الإيش الconventional approach اللي هو الconventional بمعنى الاعتيادي اعتيادي أطباء معناها اللي هي اعتيادي 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 طيب الآن throughout the period of study الآن خلال فترة الدراسة الطلاب ما لهم يقيموا students are assessed بمعنى يقيموا in different ways the salary for this job salary معناها الراتب هاي الوظيفة is شو مالو يا أخواني is negotiable يعني قابل للتفاوض بالاعتماد على اللي هو تعليمك والخبرة الموجودة عندك إذن is negotiable هاي ملاش علاقة في الحل هون الآن راتب هاي الوظيفة is negotiable قابل للتفاوض بأخذ من الفعل negotiate بمعنى اللي هو يتفاوض اللي بالانجليزي معناها discuss الآن instead of building بدلا من بناء sustainable artificial city بدلا من بناء مدينة كذا وكذا هالجملة جديدة فعل إذن بدك فاعل sustainability اللي هي الاستدامة يجب أن تكون sustainability والجملة مش قليلة ديروا بالكم هاي مش قليلة يلا give young people الآن the opportunity to create الآن their own companies so that they can have control over their own futures الآن ما بتعطيني حل صراحة futures اللي هي إيش اسم المستقبل يعني الآن قبل الاسم هيكون اللي هي صفة آه مصيبة هون في عندي صفتين economic و economical وحكينا يا أهل الخير إنه economic اللي هو اقتصادي future الآن إذن economic futures economical معناها موفر هل فيش اسمه مستقبل موفر؟ لا والله بس فيش اسمه مستقبل اقتصادي؟ آه والله فيه economic growth نمو اقتصادي economic future economic problem مشكلة اقتصادية وهكذا الآن رامي is well qualified رامي well qualified الآن مؤهل يعني الشخص عنده كفاءة عالية خلصت الجملة صح معناها إذن academically بشكل أكاديمي أو أكاديمية رامي is well qualified academically والله الجملة مش قليلة رامي is well qualified academically الآن إذن رامي well qualified مؤهل بشكل أكاديمي he doesn't have the needed experiences لكن ما عنده الخبرات الكافية طيب الآن do you know؟ والله يا جماعة do you know؟ do you mind telling me؟ could you tell me؟ could you explain؟ I wonder؟ كلها هاي بدايات ال indirect questions إذن أول شيء أداة السؤال ما شاء الله كلهم صح بعد أداة السؤال فاعل حكينا فاعل مساعد فم فاعل مساعد هاي اللي هون فيها are إذن غلط الآن you're you're ما شاء الله الثنتين صح are you're are you're صفة ملكية صفة ملكية بدأ اسم وراها معناها you're are لا هاي غلط إذن you're classmates are إذن هذا هو الجواب حسب الترتيب طيب الآن I ate too much and now I have stomach I wish I far so much I ate too much أنا أكلت كثير ماضي 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 I wish I معناها هون هيكون اللي هو ماضي تام هاي اللي هون غلط مية بالمية غلط مية بالمية يا هاد إيتن يا هاد إيتن الفرق على المعنى سهلة جداً عندي مشكلة الآن في المعدة يا ريت لو أني ما أكلت كثير إذن I wish I hadn't eaten so much I hadn't eaten so much the corrected ordered sentence is الجملة المكتوبة صحيحة المرتبة بطريقة صحيحة هي الآن هل هي in the future في المستقبل many hospitals العديد من المستشفيات طب بدي فعل to help شو to help إذن غلط طيب الآن many hospitals فاعل طب ما يصير to help شو دخلها غلط in the future في المستقبل many hospitals العلاحة إلا الله to nurses غلط many hospitals الآن العديد من المستشفيات فعل plan وبعد plan to use فعل مجرد أن تستخدم الروبوت طب ليش to help nurses آه هاي الجملة اللي هي صحيحة إذن جملة دي هي الصح I فراغ the house that's why I have some paint on my clothes الآن that's why نتيجة لذلك والنتيجة في المضارع إذن مضارع تام أو تام مستمر إذن I have been painting painting طيب الآن سؤال صراحة زي هذا سؤال 27 الآن we must change the tense لازم نغير الزمن في هاي الزمل في الريبورتد سبيتش إلا لازم نغير كل الأزمنة إلا الآن the play had started ونايرا لا ممنوع غيرها هاي it was بتصير had been both verb 2 بتصير had زائد verb 3 I have بتصير had آه معنى هاي الممنوع غيرها آه آه إذن لازم نغير هون الآن في accept معناها باستثناء أو ما عدا يعني اللي هي apart from apart الآن from بمعنى اللي هي باستثناء أو ما عدا اللي هي الجملة الأولى اللي ما بيتغير فيها الزمن ليش لوجود had plus verb 3 I didn't like getting up early but I فراغت now I didn't like أنا ما كنت أحب الصح وبكير لكن كذا كذا الآن 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 I was غلط I am خليها use غلط هاي وهاي غلط إذن I am used to it now ومعنى الجملة خطير وسهل الآن I didn't like أنا ما كنت أحب زمان الصح وبكير لكن الحمد لله أنا معتاد عليها الآن طيب الآن we are late نحن متأخرين by the time we get الآن هذا مش ماضي إذن مستقبل تام إذن we'll have gone we'll have gone it was last year الآن السنة الماضية it was last year السنة الماضية إذن مباشرة اللي هي وين ما في وين والله إذن هون it was last year ذات الآن الكتاب بيقولنا في إحدى الجزئيات إذا بدأت بإت بإمكانك تستخدم لهم كلهم ذات بس في بعض الجمل مستخدم لإت وحاط لي ضمير وصل عادي الآن there are not for all people in our class as حلا بما إنه as في ور غلط الآن hi okay بس ما في as قبلها إذن فيها غلط الآن as much as many الفرق بينهم معدود غير معدود people معدود إذن as many إذن there are not as many people in our class as in yours I don't eat for our fast food as my brother I don't eat أنا ما بأكل fast food غير معدود إذن غلط إذن حلي as much fast food as my brother many wild animals أجلكم الله الـ wild animals الـ animals البرية يعني become more aggressive تصبح مالها عدائية وشرانية when الآن الجملة طابعها مش ماضي ديروا بالكم مش ماضي when they في عندي فاعل when they capturing ما في إش يسمه فاعل و-ing when they has أقسم بالله مش منطق when they are captured when they had been طب هون في إش ماضي والله ما فيه إذن غلط إذن جوابها إيش هيكون اللي هي when they are captured عندما إيش تصطاد يعني يتم مسكها ويتم صيدها when they are captured الآن that the longer you study والله يا جماعة أنا ناسي الهون الآن that the longer you study الآن the better you do in final exams طب الثامن متى يجي معها الآن بترمحنا حكينا إذا كانت جملة من شقين مناش ندخل بتفاصيل علمية مش وقته هسه جملة من شقين الآن واحد في ذا ER ومور الثاني حيكون إيش أخواني قلنا ميزان إلو حيكون ذا مع ER أو مور نفس الشيء يلا could you explain فراغ this puzzle الآن could you explain الآن how you solved how you solved أو you how solved شو هذا could you explain معناها هون لازم يكون أداة السؤال أول شيء how بعد أداة السؤال فاعل مساعد فا 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 فاعل إذن how you solved أنا بدي أسأل سؤال الآن وبيدي طالب زقرتي جاوب هلا لو كانت هاي solves لو كانت إنسى you لو كانت solve شو أصل السؤال شو كان فيه solves أصله كان فيه does طب هذا بما أنه verb two طب شو أصله إيش فيه شي كنا نحذفه آه آه صح مظبوط نحذفه آه 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 اللي هي did كان آه إذن how did you solve هي كان أصلها آه هي كان أصلها how did you solve how did you solve هذول في ال indirect الان do و does و did كأفعال مساعدة بنحذفهم بس لو كانت don't و doesn't و didn't بخليهم بخليهم منفيات بخليهم بس الآن السؤال لو كانت didn't you solve حتصير you didn't solve آه حتضل زي ما هي we are late إحنا متأخرين يا عمي if only we فراغ the earlier بس يا ريت لو بس have تحذف مباشرة يا ريت لو بس تحذف مباشرة had caught hadn't caught آه مشكلة على المعنى سهلة الان we are late إحنا متأخرين يا ريت لو بس أخذنا الباص الأبكر يا ريت لو بس أخذناه إذن يا ريت لو بس if only we had caught the earlier بس طب لو كان الفعل miss يا ريت لو بس we hadn't missed حتكون إنه ما راح علينا الباص الأبكر الآن هذا السؤال الأصل أن لا نسأل سؤال هكذا المفروض أننا نسأل سؤال يعني لكن نعم بنعرف no بعدين knows ما بنعرف we use كذا if we are predicting إذا كنا ابنة وقطع it without evidence ah prediction with evidence or prediction آه أيوه آه and to express spontaneous decision اللي هي قرارات spontaneous معناها اللي هي إيش اللي هي العفوية قرار الآن without اللي هو توقع بدون دليل توقع مع دليل be going to توقع بدون دليل احتمال يعني اللي هو future مع will إذن جوابها future مع will هذا الجواب الآن هون وصلنا يا أهل الخير يالله 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 يا أهل الخير يالله الآن the cookies don't taste يعني مذاقها ليس بجودة كما تبدو مذاقها مش جيدة كما تبدو مش جيدة كما تبدو don't ونزلنا نفس الجزء نفسه don't taste as good معنى هذا الكلام بدي إيش الآن هون بيكون نفس النفي تماما طب ما في بالخيارات less بس الآن بدل ما يجيب الآن عكس الآن اللي هو النفي less فعكس كلمة good اللي هي إيش عكسها worse good معناها جيد worse معناها سيئة إذن taste worse than أصلا هاي best than no bad طب وين المقارنة في الموضوع إذن اللي هي taste worse than they look أسوأ مما تبدو perhaps إيسا's phone is broken perhaps إذن might مباشرة الآن might be broken الآن is مضارع إذن بنجردها might be broken طيب الآن people used to think that the earth was was flat الآن الناس كانت تعتقد أن the earth أن الأرض كانت flat was flat إذن نزللنا it على الحال الأولى it used to be it used to be هاي غلط it used to be صحيحة it used to be صحيحة بس هاي غلط هاي غلط مية بالمية it used to be الفرب الثري من think اللي هو thought it used to be think إذن هاي كمان غلط it used to be thought that the earth is flat was flat اتو ذات بعد ذات لا يتغير إذن هذا الجواب الصح they believed that the story isn't true الآن نزل اللي هو الفاعل number two سمنا the story الآن مع believe حتصير is believed إذن was believed غلط has been believed غلط is believed is believed not to be to haven't been no not to be not to be وحكينا ما فيش اسمه to be not not to be true not to be true I didn't do much work for my exam that's why I failed نتيجة لذلك أنا الله يحميكم جاء الله فشل I didn't do much work for my exam I wish I didn't do معناها had done إذن I wish I had done more work for my exam الآن أيمن is used to playing educational games is used to playing معتاد على إذن معنى هذا الكلام إنه شيء مألوف لا أيمن it isn't هاي من فيها هاي ماضي ملناش فيها it is normal it's normal and customary for أيمن to play هون playing لأنه في be used to إما هون التو عادي فعل مجرد إذن اللي هي it's normal and customary for أيمن to play educational games طيب الآن experts have proved that exercise is good for concentration نزلنا هون exercise لوفاعل number two exercise has been proved هاي غلط هاي الآن has proved مش مبنين المجهول هاي اللي هون غلط إذن has been proved to be good for concentration concentration تركيز the correct rearrangement of the words to make an indirect question is الآن الإشي الصحيح I wonder I wonder إذن بالنهاية علامة سؤال هاي اللي هون شي لياها I wonder I wonder الآن if no I wonder if you explain إذن هاي اللي هون هو الجواب الصحيح طيب it is it is believe it is believe درس كامل يا أخوان اللي هو درس ال impersonal passive it is believe that when you learn a foreign language when you learn a foreign language عندما تتعلم لغة جنبية it helps to use the language الآن فراغ you can as much as you can الآن فراغ you can إذن as many eyes no as much as you can الآن وفي بعد هون اللي هي English box or الآن هاي عطفة اسم على اسم مش محرز الفاصلة متذكرين متى نحط فاصلة متى ما بنحط إذن اللي هون no punctuated mark ما في علامة ترقيم هذا هو الجواب والآن in a conversation انتبهوا بالله للكلمة هاي معناها محادثة انتبهوا لها كيف مكتوب والله conversation زي ما تلفظ تماما conversation محادثة طيب الآن treatment and medicines will taste as delicious as as or like معناها simile أكيد اللي هو تشبيه الآن the word whose phonetic transcription is as follows اللي هي school مية بالمية اللي هي school الآن are the friends you فراغ time with the same as yours now are the friends هل الأصدقاء الآن you فراغ هل طالب بيقول لك الآن are الموجودة هون معناها الجواب هو used to spending هذا اللي هون ديروا بالكم الآن are the friends are اللي ها علاقة بFriends هاي خلص الآن you جملة جديدة الآن you spend time with you used to spend هل الأصدقاء هل الأصدقاء اللي كنت معتاد على قضاء وقتك معهم هم نفسهم الآن أصدقاءك ولا لا are the friends مالهاش علاقة بالفراغ هاي فاعل جديد يا أخواني فاعل جديد هذا اللي هون إذن used to spend انتبهوا all the people used to suffer لأن اعتادوا على أن أو معتادين على أنهم يعانوا من الألمانس اللي هي الأمراض more than younger people أكثر من الشباب وwe are going to acaba again in the summer in the summer في الصيف الآن تذكروا في الguided writing الآن بستخدم in وon وat الآن in the summer إذن in the summer in spring اللي هو في فصل الوينتر الشتاء الخريف الصيف طيب الآن speaking of foreign language الآن تحدث لغة أجنبية يقال بأنها تحسن the functionality of your brain in several different ways تعلم لغة أجنبية learning a new vocabulary and grammar rules provides the brain with beneficial exercise which improves memory تحسن الذاكرة انتبهوا بالله عليكم الآن هون فوائد تعلم لغة أجنبية بالإضافة إلى تدريب الدماغ إذن هاي فائدة الآن ممكن طالب يأخذ اللي قبلها بس هون لخصلني إياها هاي الآن يقال بأن تعلم اللغة هذا اللي هون also presents the brain with unique challenges الآن هاي اللي هون اللي هي نقطة رقمها 2 اللي هما benefits of learning a foreign language فوائد تعلم لغة أجنبية وهذه تشتمل على مين هي هذه اللي هي the unique challenges تشتمل على الآن شو ما the challenges لو سألني recognizing different language systems أول شيء التحديات أني أعرف نظام اللغة وبعرف how to communicate within these systems كيف أني أتواصل من خلال هذه شو معنى communicate speak to من خلال هاي الأنظمة موكي الآن هون مقارنة بين اللي بيتحدثوا لغة واحدة واللي بيتحدثوا أكثر من لغة الآن according to a study study اللي هي دراسة الآن الدراسة اللي هي عملتها جامعة Pennsylvania State University في The USA أمريكا multilingual people الآن المتحدثين نتائج الدراسة شو معنى نتائج اللي هي كلمة findings بمعنى نتائج أو impacts مثلا results consequences الآن findings بمعنى اللي هي نتائج نتائج الآن نتائج الدراسة أخوالي هاي نتائج الدراسة بعدها multilingual people الناس اللي بتحدثوا لغات الآن are able to switch between two systems of speech writing كذا كذا والنتيجة اللي بعدها they are also are able to switch easily between completely different tasks now notice لاحظوا النتيجتين جايات وراء بعض هذول بعد الدراسة إذا النتائج الدراسة وأنهم قادرين على من هم اللي قادرين على اللي هم multilingual participants اللي هم الناس متعددية اللغات طيب الآن one experiment هلاء التجربة هاي التجربة اللي طلبت من الناس أنهم يدخلوا على simulator للقيادة جهاز تشبيهي يعني الآن وأعطوهم مهام إضافية الآن في نتائج للأكسبرمنت هذا اللي بهمني أنا the experiment showed that هاي النتيجة الأولى multilingual participants were less distracted were less distracted أقل تشتت يعني more focused أكثر تركيز by the other tasks and therefore made fewer driving errors وأخطاؤهم أقل نتائج experiment هون نتائج study الآن it is believe that language learning تعلم اللغة can also improve يحسن هاي اللي هون عبارة عن اللي هي الفائدة الثالثة لتعلم اللغة الأجنبية وكان في الفقرة الأخيرة اللي هي to use your mother tongue more effectively بفعالية أكثر كانت الفائدة اللي هي رقمها أربع كان مكتوب عندها final أخيرا when you speak up for a language you are constantly weighing up subtle differences الفروقات الطفيفة أو الخفيفة في المعنى تتذكروا لما حكينا بالزمنات مثلا اللي هي كلمة see high كلمة write مثلا وكلمة اللي هي write على سبيل المثال الآن في أكثر من كتابة معرفتك للغة هي اللي بتخليك الله يسيدك أو لما يجي بني آدم متأخر من نحن وعليكم السلام نفس المثال القديم الحديث يعني ما فيش جديد أوكي الآن situations in which judgment is called for حيث اللي هو الحكم يعمل والقرارات تتخذ which اللي هي other situations اللي هي other situations المواقف الأخرى الآن learning for a language له العديد من الفوائد حكينا فائدة واحد اثنين ثلاث exercising the brain presenting the brain with unique challenges ونقطة اللي بعدها highly improving your decision making skills اللي هي فوائد تعلم اللغة الآن the survey اللي هي الدراسة حكينا اللي هي نفس اللي هي study الآن has been conducted results in two different findings نتج عنها الآن يعني نتيجتين شوما نتاج الدراسة اللي حكيناهم قبل شوي طيب كلمة معناها something that is said شيء يقال such as الآن statement اللي هي كلمة utterance وترى مهمة كثير هاي ديروا بالكم اللي هو الأترنس بمعنى اللي هو النطق يعمل الله يسعدكم يا رب هيا الكلمة هيا محترمين هيا أترنس اللي هو شيء يقال they which حكيينهم الآن some obstacles in a way or another might face learning why learning for a language suggest three obstacles الآن أعطيني عقبات الآن ممكن أنهم they might feel shy ممكن أنهم يشعروا بالشاي يعني اللي هو بالخجل they might الآن they might من الممكن they might be afraid of making mistakes ممكن الآن يكونوا خائفين من اقتراف اللي هي الأخطاء making mistakes هاي اللي هون الآن في غيرها من الأبستيكلز هاي الآن واحد اثنين a difficulty الآن صعوبة يا محترمين a difficulty in الآن memorizing الآن مشكلة في حفظ اللي هي الكلمات memorizing words الآن a difficulty in finding a difficulty in finding في إيجاد الآن native speakers to chat native speakers اللي هم ناطقين باللغة يعني الآن to chat with اللي هو عشان أو to communicate الآن عشان تتواصلوا معهم إذن من المشكلات اللي ممكن الاوبستيكلز العقبات إذا حابين تكتبوهم هذول اكتبوهم حابين تكتبون عندكم من عندكم توقف فيديو ثانيتين نكتب الله يرضى عنكم يا رب بس أتأكد هو هل أنا طالب حلول ولا طالب لشوية المشكلات الآن هون suggest three لا اللي هي من المشكلات هاي اللي بتصادفهم أوكي هذا اللي هو نهاية النموذج الخامس الآن بدنا نشوف السادس بعون الله تعالى رب يحميهم وارضى عنهم يا رب ووفقهم ويسر أمورهم المحترمين المؤدبين الله يعطيكم الصحة والعافية اعملوا شر للفيديو خلي غيركم يستفيد إن شاء الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة